بنك فيصل الإسلامي لمالكه الأمير محمد الفيصل السعود سيكون أول بنك إسلامي يحط الرحالة بالمغرب على إثر التعديلات التي جاء بها القانون البنكي المغربي الجديد والذي يخصص جزءا كاملا منه حول البنوك الإسلامية تعديلات شكلت محور نقاش بين الوزيرين المغربيين والوفد السعودي الممثل للبنك البنك ليس له هناك توجه فقط لإحداث بنك ولكن كذلك للمشاركة في التمويلات وفي المشاريع الاستثمارية الجانب الثالث وهو استفادة من فرص السيول الموجودة في الدول الخليج وهذا مهم ومهم جدا بحيث أن هذه التمويلات الموجودة وهذه السيول الموجودة يمكن للمغرب أن يعبئها عبر البنوك التشاركي ولكن كذلك عبر إصدار سقوك الوفد السعودي يتعرف على مدى قابلية السوق المغربية لدخول البنوك الإسلامية كما اطلع على تجربة المغربية في مجال السقوك وتمويل التشاركي وتمويل التكافلي تجربة المغربية الآن كما تعلمون التعديد للقانون البنكي هو في المراحلية النهائية الآن ننتظر أنه المجلس الحكومي أنه يصادق على المشروع في أقرب الآجال على أساس إحالته مباشرة على المؤسسة الشريعية المجلس النوى ومجلس المستشاري الذي سيناقشه نتصور أن الضورة دي الأبريل قد تكون مفيدة لإنهاء النقاش فيما يتعلق بهذا المشروع للإشارة فابنكو الفيصل الإسلامي أسس عام 1977 ويوجد مقره الرئيسي بجمهورية مصر العربية وفكرة إنشائه كانت لصاحبه الأمير محمد الفيصل الذي قرر إنشاء مؤسسة اقتصادية واجتماعية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر